الخبر الأول اللي عادنا عن البلث المباشر اللي هنفتح باشر الساعة بثمانية هذا البلث المباشر سيكون عقلاتي الأساسية مملكة القصص وبهذا البلث المباشر سنجمع تبرعات الفقراء والمساكين سيكون مدسة يوم أو يومين بدون انقطاع يوم كامل وبهذا البلث المباشر ممكن أظهر بياني شخصيا ونروح نضيفه هواية من اليوتيوبر فأتمنى لكم يا حبائي بنتجون هذا البلث المباشر للمجرد وجودكم البلث هو حصل حسنات هذا الشهر الطاعة طبعا البلث المباشر ستمنى لكم بباتشر سيكون ساعة 8 بتوقيت العراق وتركيا الخبر الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هي ناري بيوتي في ناري بيوتي ينزل على سبب اللي انستجرام وشوية تشتوريات وهذا السوري كانت تأليم من خلاله انه ستنزل مقطع باتشر شاته ينتزل اليوم من اكت اخر الوقت أما اليوتيوبر الثالي عادنا فهو طارق الباشر من اشهر الصورتي فطارق الباشر نزل مقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع حاجة بيئة البث المباشر سينفتح باتشر وشوكه رحط لعاني ببث المباشر وكل التفاصيل يتخصها البث المباشر فأتمنى ممكن يا حباب يروح وشوف المقطع مالتاح أما تعرفون كل هذي التفاصيل بعد اكتبونا بالكومنتاج قيمتوا بتحبسين للبث المباشر الخبر الثالث اللي عادنا عنها إلى تي في ودخلها لعالم تيك توك فاني تيفي نزلت على حسابها بالإنستجرام وهذا البوست اللي كان به هذه الصورة والشات كتبع عليها خبر عاجل دخلت التيك توك فوضح حسابها حباي بالتيك توك بيئة 4000 متابع ولكن موثق للحساب وإن زلت عليه فيديو وحطكم رطول وصف حابل نروح يتابع شوف في فيديوهات مالتاح اكلنا احطكم هذا الفيديو اللي حال شرطه شوفوه انا كو الخبر الرابي اللي عادنا عن كاروليني وليستارة تبجي فكراني انتشر لهذا الفيديو ولهذا الفيديو كانت بأربي اللي هي داخل العراق وهذا مقطع كانت ماسكا لافتا وكانت كتب عليها حضن مجاني يعطي طلب من الاشخاص انو يحضنوها ببجاني فويت صارت تجمون عليها نوعي بسوين هذا الشي من داخل العراق واربي بعد الانستجرام شويت ستورات بودة ستورات صارت تبجي وتريد عليها دول الخاصة اللي صارت تجمون عليها وتوضح حلو مني كانت سويت تجربة مع اي امو كثيرها تجربة وخوين نسوها مبارح كثير من الناس نشرت قصص واشاعات كذب وصفحات فيسبوك ردت ورى التعليقات ورى اللايكات وحتى ما رقدت انهم يحكوا معي او يتواصلوا معي ويتأكدوا من صحة الخبر انا ما بعرف ليش هلا عم ببكي او متدايق او مزعوجة بس الشي اللي صار معي مبارح كان كدير زي انا ما قادرت نام ويله او ما فاي ام الصباح وما باعر شو بدي احكي بلاقي كل الفيسبوك قالب علي وانا بالعكس الشي اللي بدي امرجيه اياه كان للشعب او للناس لكل الوطن العربي ولكل العالم قديش اربيل فيها امان وسلام من خلال هاي دي التجربة هاي دي التجربة هاي دي تجربة تجربة عالمية معروفة بكل العالم تمام؟ فيكم نشوفو على الفيسبوك على اليوتيوب كل العالم معروفة انو هاي دي التجربة تدل على الامان وعا السلام ولكن الناس مبارح فهمتني غلط فهمتني ان انا عم سيء للمجتمع فهمتني اني حتى كمان فينسر تعمل علي اشاعتني انا عم برقص مو انا مو انا هاي مو انا 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 شخص اجيت لقربيل ولكردستان وللعراق اللي ورجي الناس اديش في امان وسلام من خلال هايدي التجربة وغير هيك انا مبارح يعني انا بتشكر كتير سيادة المحافظ ورئيس كردستان على حسن الضيافة مبارح انا مبارح قابلت سيادة المحافظ وعرف بكل شي وبيعرف اديش انا كان ببالي ورجي السلام والامان برجع بقول اني انا هذا الغرض كان تجربة اجتماعية معروفة عالميا تقدروا تدوروا عليه على جوجل على يوتيوب وكان هذا الشي بدل بدي ورجي الناس كان اني انا اديش بحب هذا الشعب وديش موجود سلام وامان بقى بخلال هذا الفيديو اللي كان حيجيب جدا مشاهدات عالية كانت كل الناس كانت حتعرف عن هذا الشي اكتر خلال العالم طبعا اه انا بعتذر على كل حال انا بعتذر اذا اسأت او او يعني ممكن فكرتوا بشي سيء عني انا بعتذر والله يسامح كل شخص اسأ او ممكن حاول ان يشوي اه اه والله يسامح الجميع وبرجع بكرر قولني انا بحب الكل ومستحيل ان يسيء لحدا واللي بيعرفني بيعرف هذا الشي للأسف الغريب ما كان بيعرف انا شو عاملة وشو مصورة فيديوهات هون ويديش بحب هايدي البلد هون وبحب كل الناس بقى بظن هلأ الناس الغريبة اللي عرفتني هلأ بتكون عرفت انا شو كان الغرض بالنسبة لي اليه واتمنى من كل صحة نشرت اي شيء سيء انهم يحزفوا الخبر او عادة بتكون تجيبوا لايكات تجيبوا شيرات تجيبوا بس على القليلة حطوا خبر يكون خير بالنسبة لي اليه الخبر الخامس اللي عادنا عن كريستينا وعيد ميلادها فاليوم يا حبايب هو يوم عيد ميلاد كريستينا غريب الى اخت ماريانا فكل عم تبخيروا احبال مليون سنة يا ربو طبعا ان تنسون يا حبايب ان تبركوا لها بلكومنتات على عيد ميلادها الخبر السادس اللي عادنا عن تهجوم متابعي النارين بيوتو غير مروان عن نور ستارز فالنور ستارز نستعال حسبها بالنستجرام وهذا البوست وبهذا البوست كان بهذه الصورة وفالنين كل الكومنتات الجاتية كالعادة قاعد يتمسخنوا عليها انو يوار اوكي ومادرش شنو وقاعد ينسزون بها دموان حائين فالصورة حباب قدامكم اكتبونا بالكومنتات هل تتحقق ذاتها جملة اعرضات لا او لا وبالصورة حباب من هنا صلات المقطة ليسوز المقطة طارق الباشو وبالنسل وقت يا حبايب حباب طبناتكم الطلب واللي هو الحادثة اللي صارت بالعرق بالمستشفى ابن الخطيب اتمنى من كل يا حباب يترحم على الشهداء وبنسل وقت اشخاص يدعون ان توفيق الاهل الناب القدس والله وفقهم يا رب والله يرحم كل الشهداء وباش شاوكم في زي ما ختمك القصص مع السلامة